ننتقل الآن إلى الملف التونسي واستمرار الانتقادات لمؤسسة الرئاسة على خلفية الاستجوابات القضائية لشخصية سياسية ونقيبة الصحفيين وحقوقيين ينضم إلينا من تونس مرسل العربي خليل إكلاعي خليل كيف تتفاعل هذه الانتقادات لمسار الرئاسة التونسية وهل من توصيات يجمع عليها المعارضون لوقف هذا المسار في الحقيقة ملف أن مواقف المعارضة التونسية إما بشقها السياسي أو المدني بما أننا بدنا نتحدث عن معارضة من قبل المنظمات للمجتمع المدني كذلك لرئيس تونسي قيس سعيد وهذا يمكن اعتباره مستجدا في حد ذاته إذن المعارضة السياسية والمدنية للرئيس تلتقي في تقييم المشهد الحالي في البلاد تلتقي في تقديل الموقف في البلاد وتقديل الموقف من الرئيس كذلك لكنها لا تزال إلى حد هذا اليوم قاصرة يمكن أن نستعمل هذا اللفظ قاصرة إلى حد الآن عن الاكتراب من بعضها البعض ونسج التحالفات ونبذ الخلافات القديمة حتى يتطور تقديل الموقف المشترك إلى عمل مشترك إلى ذلك فأن البلاد لا تزال تعيش على وقع الإجراءات التي ينضي فيها الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل تصيفه هذه المعارضة السياسية والمدنية بأنه انفرادي توظيف القضاء لضرب الخصوم السياسي هذا ما تتهم به المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد ومحاكمة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أو محاكمات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وهذه القضايا المختلفة التي دعي للتحقيق فيها تعتبر شيئا من هذا الاعتبار وهذا الاتهام بتوظيف القضاء لضرب الخصوم السياسي على كل حال هذا ما تقوله حركة النهضة وتقوله بقية أطراف المعارضة المسياسية أو المدنية في جنازة أحد قياده النهضة خلال الصائفة الماضية وردت في كلمة تأبين راشد الغنوشي لهذا القياد لفظ طهوت وترتب عن ذلك شكاية من إحدى النقابات الأمنية براشد الغنوشي بتهمة تمجيد الأرهاب وهو يخضع منذ ذلك الحين منذ ذلك الشكاية للتحقيق في هذا الجانب فضلا عن قضايا أخرى راشد الغنوشي مثلا اليوم أمام القطب القضائي لمكافحة الأرهاب على خلفية هذه القضية لنستمع على تصريحه هذا الاستهداف ليس لحل مشكلات تونس الاقتصادية ليس لحل مشكلة مدنية ليس لحل أي مشكلة من مشكلات البلاد الحقيقية هذا تمويه وصرف الشعب التونس عن مشكلات البلاد الحقيقية مشكلة تونس في الانقلاد إذن حركة النهضة تتهم السلطة التوليسية تتهم الرئيس بتوظيف القضاء لملاحقة الخصوم السياسيين وللتضييق عليهم لكن ليست حركة النهضة لوحدها أحزاب سياسية وجمعيات تتهم السلطة بذات الاتهام منذ ساعات بلغنا تلقي نقيب الصحفيين محمد يسين جلاصي وعدد من النشطاء من بينهم نشطاء في الرابط التونسي لحقوق الإنسان لاستدعاء للمصول أمام التحقيق بتهمة الشغب وبتهمة قطع الطريق والاعتداء على موظفين عمومين وكان ذلك خلال تحرك احتجاجي خلال الصائفة الماضية رئيس حزب أفاق تونس فاضل عبد الكافي كذلك وبعد أن منع من السفر وبعد أن تم تداول اسمه في قضية أثيرت منذ حوالي شهرين تتعلق بالتآمر على أمن الدولة بدورها هذا فضلا عن القضية الجديدة التي أثيرت منذ أسبوعين فاضل عبد الكافي أبلغ اليوم كذلك بأنه مشمول بالتحقيق في قضية أخرى على خلفية بيان لحزب أفاق تونس فسر هذا البيان على أنه مدعاة للتصعيد ولإثارة الشغبي والاحتجاج هذا ما ورد في تدوينة له على صفحاتي على فيسبوك تدقيقا وكل هذه المؤشرات تقرأ فيها المعارضة السياسية والمدنية تصعيدا مضطردا ومتواصلا من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد نحو استهدافها والتضييق عليها هنا يقول المتابعون أن توسيع دائرة الاستهداف تدقيقا توسيع دائرة الاستهداف ستوسع دائرة الخصوم وستدفع بهؤلاء الخصوم حتى إن كانت بينهم فرقات وخلافات وتناقضات ستدفعهم قطعا إلى الالتقاء في إطار مشترك ما شكرا جزيلا خليل لكلاعي مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من تونس